عزيمة المقاتل غيرت كل شيء هذه العزيمة اللي احنا قلنا عليها والإرادة يعني قوة الإرادة دي أصلا يعني مش بتاع والدة النهاردة أو والدة الوقت ده فقط ولكن دي والدة سنين طويلة الشعب المصري الحقيقة في الضربة في عمق التاريخ زي ما قلنا بالبداية من أول نشأة الجيش وتواجد أبناءه أصلا ضمن هذا الجيش فالإرادة دي الحقيقة بتبقى موجودة يعني هي موجودة معنا من الأساس ولو هنا لو بصينا لو فكرنا احنا بالإمكانيات اللي كانت موجودة في هذا التوقيت هل هيمكن اقتحام هذا المانع كنتم بتفكروا زي فاند امكانك كدبات وجنود انت عرف المعادلة احنا كنا كان يعني بتيجي أولا يعني برضو في جزء مهم جدا للقادة كلها من الحقيقة مفيش قائد أنا كنت في الدفرسوار ايه في الحيطة اللي هي بتاعي يعني غرب المزرعة الصينية دي زي ما بقولو اللي قرية الجلاء المصرية أنا مفيش قائد جه في القوات المسلحة في هذا التوقيت ما زرناش في هذا المكان يبقى هنا القادة كانوا بيجوا على الحد الأمامي وبيجوا وشاركونا وينشوفهم وينشوفونا ويدونا التلقين اللازم والدفع المنوية المطلوبة وبالتالي برضو ايضا نراقب ونتابع العدل اللي موجود قدامنا وهو بيطور كل يوم في خط الدفاع يقول يا فندم أنه كان هناك سجلات ما بينكم وما بينهم طول لغة سجلات حتى بالصوت هم حتى كانوا بيطالفوزوا بيطالفوزوا بألفوزة يعني يعني نعفل السنة عن نحن نقولها اه طبعا طبعا بس يدي أخلاقهم يعني فده ده شيء كان موجود وحقيقي وواقع وكان له تأثير دائما إيجابي على أنك أنت تسترد حقك وتسترد كرامتك وتسترد أرضك وضروري وإمتى ستأتي هذه اللحصة دي نقطة مهمة جاد النقطة التانية الحقيقة برضو الإعداد والتجهيز والتدريب كان قاسي وكان قوي جدا وكان يماثل يمكن أصعب ما كان سيتم في المعركة الحقيقية دون إنتاج النيران طبعا مع العدو يعني ده كتدريب كتدريب كان تدريب قوي وقاسي وقوي جدا وبيتم في جميع الظروف وفي أرض مشابعة وفي ميادين مشابعة وعبر مانع مائي أصعب من قناة السويس يعني اتعامل مخصوص هو كان الرياح النصري هو الرياح البحيرة ده طبعا مية حلوة مش مية ملحة الإبحار فيه أصعب شوية الطيار فيه جديد الجانب الآخر كان صحراوي السواتر فيه مرتفعة بتعمل التدريب كله ليلي بحجم كبير بأكبر تشكيل بيبقى موجود تكتيكي في هذا التقويل كان فرقة حتى فرقة وده طبعا موضوع مش سهل ومش عملناه مرة ولا اتنين ولا تات كان مكلف جدا تمتق الفرقة بالكامل يعني يولي 25 ألف مقاتل حوالي 1500 ضبط يعني أرقام ضخمة ده كان موقعه فين يا فندم بالزبط كله بقول لحضراتك التدريب الرياح ده كان منطقة التدريب كانت فين يعني في الخطط بها هنا أو برقاش في الحيطة ثلاب يعني في اتجاه دهر الصحراوي طريس كندري الصحراوي أيه فكانت هذه الأوناطق الحياة مماثلة تماما وإن لم تكن أصعب من المناطق وهدين برضو نعيد عن الجبهة برضو فأنت في مأمن لا التدريب ما يدان تدريب أنت عايز مدان تدريب يشيل جهول له هذه القوة وبكل هذه المواجهة يعني اتشاف المواجهة في الحرب كان واخدى من الطريق الأوسط من عند جنوب نمرة ستة بغاية الديفرسور بعيرات المرة الكبرى أيه يعني مواجهة ضخمة مش وليلة فرقة حاجة كبيرة يعني وحجم مهدات ضخمة مش وليلة فبالتالي يعني عملت بقى القيادة والسيطرة والتدريب وده يعني بيندرج تحت بند مهم جدا اسمه التخطيط الاستراتيجي العسكري التخطيط الاستراتيجي العسكري وده بيمر بمجموعة مراحل احنا مش هنتكلم فيها ولكن أهمهم في الآخر خالص هو اختبار الخطط يعني انت عملت خطة هتنجح ولا لأ في القوات المسلحة بقى في الجيش عندنا لازم تختبر هزي الخطة ومش مرة ولا اتنين بتعمل اكتر من بروف عليها وتدريب عليها وتطلع منها بدروس مستفادة نقاط قوة ونقاط ضعف ازاي تنمي نقاط القوة ازاي تتغلب على نقاط الضعف انت هتعدي الأول بجندي ومشاه وده نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا ويعني مش اي حد يقدر يتخيلها او يتصرف هزا التوقيت احنا بنقول على الدبابة رجال يعني رجال مدرعات عندي انا قولك بيعمل قوة صدمة يعني الدبابة لما تشوف انت تخيل فردي ومشاه الدبابة دخل علي طب هيتعامل معها ازاي وما كانش معك مدرعات في البداية يعني انت دخلت عبرت اختحمت خناصي ويس طلعت الساتر التراب العالي الضخم ده عبرت هزا اللي تجاه بدأ الدبابات لحده يتجي عليك ما معكش الدبابات بقى في هزا التوقيت كل الأسلحة اللي معك أسلحة عديمة أسلحة مضادة للدبابات عديمة الارتداد المتطور فيها كان الصاروخ اللي هو المالوتكا الروسي